السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب هذه خمس رسائل يرسلها الله لك ليخبرك أنه يحبك يريد لك الخير وأن الفرج قريب بإذن الله فهنيئا لمن وعاها وعرفها وأدركها وتدبرها وشعر بها حقيقة الله عز وجل في البداية خلقك أيها الإنسان لأنه يريد لك الخير ويريد لك تيسير أمورك ويريد أن يدخلك جنة النعيم هذا هو هدف الخلق هناك من الناس للأسف من يتبع الشيطان ويطغى في الأرض ويظلم ويأكل الحرام ويرتك بالموبقات ويؤذي الناس مثل هذا الإنسان طبعا هذا خارج رحمة الله سبحانه وتعالى أول هذه الرسائل أخي الحبيب أن يغلق باب أمامك كيف ذلك؟ أنت تقوم بعمل معين بتجارة معينة أو دراسة أو بأي شيء تخطط له أو زواج قد يكون مشروع زواج أو سفر وجدت أن الباب مغلق أمامك على الرغم من أنك أخذت بالأسباب بذلت جهد كبير سلكت كل الطرق فتجد هذا الباب مغلق هذه رسالة أرسلها الله لك يقول لك تمهل قليلا لأن هناك خير أكبر سيأتي أو أن هناك شرا في هذا السفر أو في هذا المشروع أراد الله أن يصرفه عنك لحكمة هو يعلمها ولكن فيها مصلحة لك فإذن هنا أخي الحبيب أنظر كيف تتحول نظرتك من نظرة تشاؤم ويأس إلى نظرة فرح والسرور وتفاؤل ونظرة رضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى عندما يغلق هذا الباب أمامك وتبدأ بالتفكير تقول ماذا بي أنا أن الله أغلق في وجه هذا الباب لماذا يسر لفلان ولم يسر لي لماذا منعني وأعطى فلان ما الذي فعلته حتى يعاقبني الله بهذه العقوبة أنه أغلق أمامي هذا الباب أو إنسان آخر قد يفكر بطريقة أخرى الله عز وجل ليس في اعتباراته فيقول أنا أغلق هذا الباب لأنني لم ألجأ إلى فلان لأنني لم أخذ بالأسباب على رغم أنه يسعى كما قلنا أغلق هذا الباب لأنني لو طلبت من فلان لفتح أمامي هو ينسى تماما أن الله هو الذي يتحكم بهذا الكون في كل ذرة من ذرات الكون وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فإذن أخي الحبيب هنا عندما يغلق باب أمامك لعمل أنت تحب أن تقوم به مباشرة فكر بهذه الطريقة أن الله أغلقه لحكمة هو يعلمها أخفاها عني لمصلح لي أيضا لأن هذا الباب قد يكون فيه موتي قد يكون فيه هلاكي قد يكون فيه فسادي أنا لا أعلم لذلك الله سبحانه وتعالى هنا أعطانا آية عظيمة جدا أنا أحبك أن تستحضرها مع كل باب يغلق وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذن هذا نوع من أنواع الرسائل التي يرسلها الله لك ليخبرك أنه يحب لك الخير فأغلق هذا الباب مؤقتا أمامك ربما يفتح بعد فترة أو ربما يغلق نهائيا فهنا أن تسلم أمرك لله عز وجل وقل يا رب أنت اختر لي أن تقدر لي ما تشاء وهذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان دائما يتوكل على الله ويقول في دعاء الاستخارة وقدر لي الخير حيث كان وردني به يعني يا رب قدر لي الخير في أي مكان وفي أي زمن وفي أي عمل وبأي طريقة أنت قدر لي الخير وردني به اجعلني أرضى عن هذا الخير الذي أنا لا أدركه لأنني لا أعلم لأنك أنت الذي قلت والله يعلم وأنتم لا تعلمون الرسالة الثانية أخي الحبيب قد يصيبك مرض يجب أن تنظر إلى المرض أنه رسالة من الله هذا كلام ربما يبدو غريبا كلنا نمرض هل هناك طفل أو صغير أو كبير لا يمرض طيب كيف أنا أفهم هذا المرض أنه رسالة من الله انظر أخي الحبيب أريدك أن تضع قاعدة في رأسك التي قلناها أن كل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بأمر الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الكون كله لا في السماء ولا في الأرض ولا في كل شيء لا يغيب عن ربك مهما صغر هذا الأمر بل هو مقدر ومكتوب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مكتوب عند الله إذن المرض مكتوب يجب أن تقتنع معي أن الله كتب كل شيء ولكنه وضع أسباباً قدرها بين البشر في الدنيا وأخفى عنا المستقبل مستقبل رحمة بنا تخيل لو أنك مرضت وأخبرك الله أو قدر لك أن تعلم أنه بعد سنة ستموت كيف سيكون حالك نحن نعلم مرضى السرطان في الحالات المتقدمة أعاذنا وإياكم الله من هذا الشر في حالات متقدمة أخي الحبيب عندما يتم إبلاغه بحقيقة مرضه وأن الحياة أصبحت قصيرة أمامه يحدث انهيار في النظام المناعي لديه وتتسارع المشاكل وتتسارع الأمراض الأخرى حتى يعني يقول العلماء يعيش معدل أقل أو عمر أقل ممن لديه تفاؤل ولديه بشرى بأنه سيشفى قريباً فإذن الله أخفى عنا المستقبل رحمة بنا لكي لا نشغل دماغنا بأشياء يعني الله هو أعلم بها فالمرض الذي يصيبك أخي الحبيب يجب أن تنظر أنه رسالة من الله أراد الله من خلال هذه الرسالة أن يخبرك أنه أراد أن يكفر عنك ذنوبك أنا الذنوب كثرت وأنا غافل عن الله مثلاً ومنغمس في هذه الدنيا فيأتي المرض ليذكرني بالله هي رسالة تذكير بالله يقول لك أحذر هنا تراكمت عليك الأمراض تحتاج إلى عملية صيانة مثل السيارة التي فجأة يومض فيها الضوء الأحمر مثلاً كدليل على وجود عطل تحتاج إلى الصيانة لأنك إذا استمريت بهذا الشكل ربما تدخل في مشاكل أخرى في هذه السيارة وربما تصنع حادثاً ربما تتعرض لضرر فهذه الرسالة التي تأتيك هي رسالة تنبيه ففي حالة المرض انظر إلى المرض على أنه رسالة من الله أن الله يريد أن يكفر عنك ذنوبك التي تراكمت وهذه المعاني كلها أيها الأحبة من القرآن الكريم ومكلام النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الله تعالى يقول وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ المرض هو ضر سيدنا أيوب ماذا قال مرض سنوات طويلة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فالمرض هو ضر وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ إذن مدام هو الذي مسك بهذا الضر إذن هناك حكمة لأن الله لا يخلق شيئا عبثا أبدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فعندما أنظر للمرض على أنه رسالة من الله لتكفير الذنوب أولا ولرفع درجتي عنده ثانيا وليصرف عني شرا قد يكون حجمه أكبر من هذا المرض هذا المرض أقعدني لمدة من الزمن قد تكون هذه الفترة التي امتنعت فيها عن الناس فيها خير لي وأنا لا أعلم فيها منع للشر فيها إبعاد للشر عني فطالما أنك تنظر إلى المرض على أنه رسالة من الله يخبرك بها أنه يريد أن يرفع درجتك ويكفر سيئاتك فهي رسالة حب من الله سبحانه وتعالى ستختلف نظرتك للحياة تماما يعني ستصبح متفائلا تخيل إنسان مريض وبنفس الوقت هو متفائل برحمة الله وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حاله في كل شأنه في حالة المرض في حالة الخوف في حالة الحرب في حالة الجوع في حالة الكوارث في كل حالة من دما كان في غار ثور في غار ثور والمشركون على بعد خطوات منه يعني القضية هنا قضية حياة أو موت سيدنا أبو بكر الذي كان معه كان حزينا أصابه الحزن خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه في هذه اللحظة لم يقل له النبي خذ الاحتياطات وعمل كذا وتعالى ندرس كذا ونقوم بكذا ونلجأ لكذا وفلا لا 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 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا انظر إلى قوة التفاؤل لدى النبي في أصعب المواقف موقف في حياة أو موت يقول له لا تحزن إن الله معنا وكل الأنبياء كانوا هكذا أخي الحبيب يعني سيدنا موسى عندما وقف أمام البحر ومن رأيه فرعون موقف حياة أو موت دب اليأس والرعب في قلوب قومه وقالوا إن لمدركون مباشرة على الفور قال كلا إن معي ربي سيهدين أنا أريد لسان أن يكون لسان حالك أخي الحبيب لسان حالك في كل موقف تتعرض له تقول كلا عندما تشعر باليأس والإحباط والحاجة للناس وتشعر أو تشاهد خذلان الناس لك حتى القريبين منك أريد لسان حالك أن يقول كلا يعني كلا لليأس إن معي ربي سيهدين انظر كم تبعث هذه الكلمات من تفاؤل مهما كان الموقف الذي تتعرض له الشيء الثالث أخي الحبيب أو رسالة الثالثة عندما تتعسر معك قضية ما إنسان تأخر زواجه مثلا فتاة أغلقت الأبواب في وجهها ولم يهيئ لها الله زوجا مناسبا على الرغم من تقدم العمر ثلاثين أربعين خمسين سنة يجب أن تنظر إلى هذا الأمر على أنه رسالة من الله مدام الإنسان أخذ بالأسباب مدام الإنسان يتق الله ويدعو الله على رغم من ذلك هناك تعسر في أمر إذن أنا أنظر لهذا الأمر أنه رسالة من الله أن الله أراد أن يمنع عني شرا أنا لا أعلمه وأتذكر الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إنسان قد يحب سفر إلى بلد غربي مثلا قد يكون هلاكه هناك قد يخسر آخرته هناك منعك الله من هذا السفر هذه رسالة رسالة حب لك أنه يحبك أنت إذا كان لديك طفل مدلل ولد مدلل غالي جدا على قلبك تخاف عليه كثيرا يعني من شدة خوفك عليه أي عمل يريد أن يعمله إذا خرج في الشارع تخاف عليه تمسكه تضمه إلى صدرك الطفل طبعا يقول لماذا أبي يفعل هذا؟ لماذا يمنعني من الخروج؟ لماذا يمنعني من الذهاب في هذه الرحلة؟ أبي يكرهني أبي كثيرا هكذا يفكر ولكن الحقيقة أن حبك له هو الذي يجعلك تمنعه من كثير من الأشياء التي قد يكون فيها ضرر أو فيها أذى له كذلك أخي الحبيب الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فكل شيء يتعسر في حياتك انظر له أنه رسالة من الله وراءها خير كثير ولا تشغل نفسك بالتفكير بهذا الخير لأنك ستجد هذا الخير بعد سنوات وأنا أحدثك هذا الكلام عن تجربة آلاف المواقف مررت بها وتعسرت وكلها كان فيها خير كلها ولكن أحيانا حتى أستوعب أنا الخير قد أجلس عشرين سنة أحيانا أقول لماذا حدث معي هذا قبل عشرين سنة أتذكر أنني الآن لو لا هذا الخطأ أو هذا التعسر الذي حدث قبل عشرين سنة لما كان الخير الذي أنا فيه الآن موجودا وبالتالي هذه الرسالة عندما تتعسر الأمور اعلم أن الله خبأ لك خيرا ولكن بشرط هنا يوجد شرط أن ترضى بقضاء الله وتتوكل على الله وتقول يا رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واقدر للخير يا رب اقدر للخير حيث كان وردني به الرسالة الرابعة الحقيقة يعني غريبة جدا أنا هكذا أجدها أحيانا الإنسان يرتكب معصية يرتكب شرا يرتكب خطأا قاتلا يخسر في تجارته يتخذ قرار خاطئ يختار زوجة غير مناسبة يعني أحيانا يتعرض لسوء اختيار طيب هذا الأمر أخي الحبيب إذا نظرت أنك أنت المسؤول عنه وأنه لا علاج له ستعيش حياتك تعيسا يائسا بائسا بسبب هذا الأمر ولكن إذا نظرت على أن هذا الخطأ الذي ارتكبته ظاهريا طبعا أنه رسالة من الله لأتوب إليه وأكفر عن ذنبي ولأتعلم منه شيئا جديدا نحن نعلم أن كل المخترعين مثل أديسون مثلا الذي اخترع المصباح الكهربائي ولديه مئات الاختراعات هذا الرجل كان يقول إنه أحيانا يحاول 999 محاولة المحاولة الألف هي الناجحة ولكن المحاولات الأخرى ليست فاشلة هو يتعلم منها نحن نظن أنه فاشل لا هو تعلم فحتى المعصية التي يرتكبها الإنسان بجهل منه وخطأ منه قد يكون فيها علم لك وفيها أن تحذر من المستقبل أن تحذر من هذا النوع من المشاكل قد تتعرض لقرار خاطئ نتيجة تفكير غبي أو تفكير خاطئ فعل الإنسان أحيانا يتخذ قرارات يندم يقول لماذا قلت كذا أنا لماذا تصرفت كذا لماذا فعلت كذا ولكن هذا الأمر يكون رسالة لك بشرط أن تستغفر الله فورا وأن تطلب من الله أن يبدلك خيرا من هذا العمل وهنا أريدك أن تتذكر معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه معصية تقوم بها الآن عندما تتركها لله ثق تماما أن الله سيعوضك خيرا منها بالحلال الإنسان ترك الزنة كان ينوي أن يزني مثلا أو يرتك بالفاحشة وترك هذا الأمر من أجل الله فقط لا يمنعه شيء إلا الخوف من الله الله سيعطيه ثوابا وأجرا ويصرف عنه الشر ويرفع درجته عنده ويبدله بالزوجة الصالحة مثلا يبدله بابن تقر عينه به نحن نعلم أن دعاء المؤمنين والذين يقولون ربنا هبلنا في آخر سورة الفرقان تقريبا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني يا رب هذا الغلام الذي أنا يتعبني الآن ويعقني اجعله قرة عين لي هذه الزوجة أو هذا الزوج الذي أعاني معه أو معها اجعله قرة عين لي الله عز وجل قادر أن يبدل هذه الأخطاء بأشياء جميلة عوضه الله خيرا منهم لذلك في نفس سورة الفرقان الله تعالى يقول عن شخص زنة وأشرك وارتكب الموبقات وشهد الزور وأسرف وكذا كذا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة الرسالة الأخيرة أخي الحبيب التي أود أن يعني نتعرف عليها قد يرسل الله لك رسالة عن طريق شخص طفل عن طريق مقطع فيديو عن طريق موقف ترى فيها معلومة جديدة لك فيها تحذير لك فيها تنبيه لك يعني مثلا إنسان تعود أن يسرع في سيارتي أرعا يسير بسرعة هائلة وهو شاب متهور رأى حادثا أمامه فدب الرعب في قلبه ورأى صورة الدم والأشلاء والدمار واحتراق مثلا هذه السيارات أو كذا فخاف ورجع هذه رسالة من الله لك أحيانا معلومة تأتيك عن طريق مقطع فيديو وأنت تقلب تأتيك معلومة بسيطة قد تغير حياتك اعلم أخي الحبيب أنه لا مصادفة في هذا الكون من الآخر أنا جلوسي الآن مبرمج عند الله مكتوب وكلامي هذا مكتوب وحياتي بيد الله وموتي بيد الله السيدنا إبراهيم ماذا قال الذي خلقني فهو يهدين إذن كل أسباب الهداية كل الطرق التي أتوجه بها أنا بهداية من الله والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين فإذن هنا أنت حياتك وشفاءك وطعامك وشرابك وهدايتك وموتك بيد الله إذن أنت ماذا تفعل ولا شيء فسلم تسلم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محصن فقد استمسك بالعروة الوثقة هذا النوع من الرسائل أخي الحبيب الذي هو عبارة عن معلومة يسوقها الله لك يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى هو رحمة من الله رحمة الله يسخر لك إنسان يوصل لك معلومة معينة فهذا الأمر يتطلب منك أن تحمد الله أنه نبهك لخطأ ما نبهك لهناك إنسان لم ينتبه مثلا أنت انتبهت فدائما لسان حالك يجب أن يكون الحمد لله وأخيرا أيها الأحبة صدقني أفضل طريق يمكن أن تسلكه هو أن تكون مع الله في كل لحظة في كل حركة تتذكر الله في كل كلمة تقولها تتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كل كلمة يجب أن تعلم أنك تملأ كتابك بها الذي ستلقاه يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سأل الله أن يعلمنا ما ينفعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق